سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله ماذا سنتعلم في درسنا لهذا اليوم؟ الإعداد والتخطيط للجهاد صفات النبي صلى الله عليه وسلم القيادية مفاهيم ومصطلحات لدرسنا المنجنيق هو آلة من آلات الحصار توضع فيها حجارة ثقيلة فتقذفها على الأسوار فتهدمها ويستطيع الجنود الدخول الدبابة آلة حربية من الخشب المغلف في الجلود تركب على عجلات مستديرة يحتمي بها المشاه من نبال الأعداء وهي غير الدبابة المعروفة لدينا الآن من تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد تقوية المعنويات وهذا أمر ضروري فتقوية المعنويات تكون بوعد المجاهدين بمضاعفة ثواب العاملين وثواب المجاهدين وعظيم الأجر والذي يوعدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إعداد القوة المادية حث الإسلام على إعداد ناحيتين القوة والرباط فأما القوة تتناول العدد والعدة من آلات الحرب ووسائل التموين وأما الرباط فهو يتسع لكل ما عرف من تحصين الحدود والثغور أيضا من تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد تطوير أساليب القتال فأسلوب الرسائل المكتومة في سرية عبد الله بن جحش كان من تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم في أساليب القتال وكذلك أسلوب القتال بالصف في غزوة بدر أي مثل صفوف الصلاة وأسلوب التعبئة في غزوة بدر أيضا وأسلوب قتال المدن والأحراش في غزوة بن النظير وأسلوب حفر الخندق في غزوة الأحزاب وكانت كل هذه الأساليب من الأساليب الجديدة التي عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم في تطوير وسائل الجهاد أيضا استثمار جميع الطاقات كان يحضر مع المجاهدين كبار السن ليقاتلوا والغلمان صغار السن ليمدوا المجاهدين بالسلاح وهذا توظيف مثالي فهناك صغار السن يستطيعون الوصول بسرعة للمجاهدين والنساء لمداوات الجرحى والسقيا خلف المجاهدين صفات النبي صلى الله عليه وسلم القيادية إن من أهم أسباب انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في كل معركة خاضها بعد توفيق الله هي قيادته الحكيمة المؤيدة بالوحي فقد كان صلى الله عليه وسلم لديه بعد النظر ونقصد في بعد النظر هو تأمل مستقبل الشيء والتفكير فيه لكي تقدره وتقيسه وقد ألطي النبي صلى الله عليه وسلم من بعد النظر ما لا يعطى غيره وقد ظهر في مواقف عديدة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا حسن التصرف وهو سرعة اتخاذ القرار الصحيح ولا يظهر إلا في المعضلات من الأمور وفي المواقف الصعبة وهكذا ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الأمثل على ذلك في غزوة أحد لما تفرق بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم عنه تحت ضربات المشركين العنيفة واستهدفت قيادة الجيش الإسلامي اتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام قرارا سريعا بنقل القيادة إلى بطن الجبل وهي قامت دفاع عنها وكان هذا القرار على غاية من الصحة وحسن التصرف كثيرا الاستشارة كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا الاستشارة لأصحابه وذلك تطبيقا لقوله تعالى وشاورهم في الأمر وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في مواقف كثيرة في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب أما الشجاعة فمعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم شجاعته وثبات المرء في مواقف الخطر معروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم واقتحامه للموت فهذا الشجاعة وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا الملخص لدرسنا لهذا اليوم الجهاد في سبيل الله تعلمنا تخطيط الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد فكان يهتم بتقوية المعنويات ويهتم بإعداد القوة المادية وكذلك تطوير أساليب القتال واستثمار جميع الطاقات هذا كله تخطيط للجهاد أما صفات الرسول صلى الله عليه وسلم القيادية فكما عرف عنه صلى الله عليه وسلم بعد النظر والشجاعة والاستشارة وحسن التصرر ترجمة نانسي قنقر